سمت تعقيدك في هذه المسألة وماذا عن الدعم الإيراني للشعب الفلسطيني للقضياء الفلسطينية وأنه السلطة هذا بالسبب هو كان حيار هتفضل يا عمي الشعب الفلسطيني مش محتاج إيران مش محتاج إيران تساعدنا وتدعس عراصنا تحل عنا يا عمي يا عمي حل عنا خليكم في حالكم بعدين إحنا الشعب الفلسطيني منعرف إيش بدنا وإيش بدناش دبحتونا جننتونا إنتوا بفلوسكم مشتريتوا كل كلاب الأم العربية دمرتوا اليمن ودمرتوا العراق ودمرتوا لبنان ودمرتوا سوريا دمرتوا الدنيا كلها حلوا عنا يا عمي إحنا كتر خيركم كتر خيركم خلي مصريكم إلكم بدناش تساعدونا بدناش تتعاقبوا عشاننا بنبوس إيدكم تحلوا عنا حلوا عنا المنصيبة هاي بدو يساعدني وبيحملني جميلة وبدو يتبحني وبسيبني بتساعدني بتسيبني لأنه لتلك ما تساعدنيش بتسيبني بتقول عني صهيوني ولكن أنا محارب اليهود أنت ما حربت اليهود أنا طاخخ يهود أنت ما طقيت يهود وبعدين قاعدين في إيران أنت يوم ما ضربته إسرائيل كانت نقطة نقطة عسكرية في حدا بيهجم على عدو وبقول له أنا بديهجم عليك بكرة ساعة أربعة في حدا بيهجم على عدو وبإعلم بالتلفزيون أنا جيت من العراق بالمسيرات وبعدين بالصواريخ وطريقتي كذا أروا